موسيقى 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 الموسيقى موسيقى 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 توفية تطاول الاختصاص موسيقى 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 والعمل منتلاقة من جمعية المجتمع المدني كنفهموه لأنه كان واحد العداد ديال الظواهير اللي كان أبطار هذة الطرابات اللي كيعشها واحد العداد ديال الأفراد وإحنا يعني من خلال المواقع ديال التواصل الاجتماعي والوسائل ديال الإعلام ديما كنلقوا على فلان صحر ولا فلان صحرات وهذا كيكون يعني نتيجة واحد ضغط نفسي كيكون كيعيشو ولهذا السبب هذا كينما يسمى بالتبل نفسي اللي كيقدم داعم وكيقدم الاستشارات وكيقدم يعني الحلول باش كيخفف ذلك الضغط النفسي وذلك الضغط السيكولوجي عن الأشخاص اللي هم كيعانوا من هذة الطرابات هذي ولكن لازم أننا يعني بواحد العامل لازم من الإدخال دياله في هذة المسألة هذي هي هي الثقافة الدينية لأن الإنساني للتفراغ من القيم الدينية يعني كيصبح يعني في حوة اللوبالون بفرغة من الداخل فهم مثلا لنكر القادة كالأحاديث اللي كده اللي كنبهنا من المخاطر والعقوبات يعني في الدار الأخرى ديال النسيحر كيفاش كده كون هذا يعني غير كمثال يعني الثقافة الدينية يعني الروحية لازم كده تكون كعامل مساعد يعني في تخفيف الضغط على الناس اللي كيعانيوا من طرابات نفسية أو طرابات عصبية اللي كتشكل عليهم واحد الضغط واللي مثلا أحيانا كيتصرفوا واحد تصرفات اللي هي كتكون يعني تحوروا يا إما يعني وكيديوا بها نفسهم وكيديوا بها الآخرين وانتمنى النجاح لهذا لهذا اللقاء التواصلي اللي بالمناسبة غادي يتم تكريم غادي يتم من خلاله تكريم أحد الشخصيات البارزة في مجال تقديم الدعم النفسي سيتيسر بن خضراء وانتمنى النجاح إن شاء الله واشكرا اشتركوا في القناة